عمر القتل ما رح يكون إلى غير وجه واحد وهو قبيح مهما اختلفت الأسباب ومهما اختلفت النتائج ورح تضل عصبية المجتمع تتحكم بأفعالنا اللي يقتل بهدف الشرف هل هو جاني؟ أم مجني عليه؟ أيام قبل كانت هذه القضايا مخفية بس وية تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ما بقى أكو شيء اسمه سر وصار كل شيء يظهر للعلن وصرنا كل يوم نشوف صور وفيديوهات لبنات مقتولات بالشوارع يمكن هذا هو الشيء اللي دعا إلى وجود حراك شعبي نسائي ضد جرائم الشرف وهو من منظمات المجتمع المدني قاموا تتحرك لسند قوانين جديدة تحمي المرأة وتشدد على عقوبة جرائم الشرف